ما ازمة المصريين التانية اللحوم الحمراء اللي محدش عارف هي غليب بالشكل الفضيع ده ليه مئتين واربعين جنيه وفي ناس قلت وصلت انا بقول ده اللي حقل حقل وصلت لا زي ما احنا حنقول هنمسك ملف ملف برضو عشان نبقى يكون يعني واضحين زي ما النهاردة انا خلينا انا اسف جدا لاخدك للموضوع التاني احنا خلصنا ملف الدواجة خش على الرز واللي ما اشكال اللغم اللي انا عندي زيادة في انتاج الرز السنة دي اعرف ان انا عندي زيادة وفرة انا سيادة الوزير كان قاعد مكان حضرتك كده لما وجه رسالة لستادة التجار وستاشر جنيه طمانتاشر جنيه واحنا متفقين فجأة امل لقناش الرز في السنة احنا متفقين ان الرز في بعض الاجراءات اللي تمت وبعض الناس يعني اتاق الرز وكان خوف من المزارع يطلع الرز وخوف انه يطلع الطن اللي كان دا كله احنا مؤمنين بيه وعارفينه ولكن انا يعني انا كواحد من الناس او في بعض اللي جان اللي عارف انا عندي زيادة في انتاج الرز السنة دي عن الاستلاف احنا في دلسارك تلتمة اربعة الف طن في الساعة يبقى هو اختفى جشع واختفى احنا بقولك دلسارك تلتمة اربعة الف طن في شهر الرز برضه زيما في بعض التخزين وفي بعض امور مش وضحة في الرز كده احنا خلاص الحمد لله خلال ايام هيكون في رز موجود في السوق بقى اسعار مناسبة جدا وقبل الرمضان مش قبل رمضان لا في خلال اسبوع العشر ايام انا في هذا المكان اسألك عن اسعار الرز دا مستورد اللي داخل الداخل دا مستورد وبرضه كما تجيبنا مش عاوزين نضرب السوق احنا عاوزين برضه انا بقول انا ماش مع الوقف ومع الاستراد انا دد مع التنظيم وضبط والاتاحة لان الاتاحة العرضه طلب فبزبط السعر طب زبطوا ناس زي موضوع الاعلاف كده اربعة خمسة مشتبين زبطنا في الناس عندها ربعمائة تن وخمسمائة تن في الشرقية وضبطنا في البحيرة وده تراخته برضه والمنافس بس ما فيش الوقت لياه على طول فورا على المضرب بتضربوا عارفيني عارفيني تن الرز الشعير بيطلع من ستو مال ستو مال ستو مال رز ابيض وعلى طول بنزل السوق بنزل في المجمعات وذلك احنا طرح في المجمعات النهاردة كميات باربعة عشر نص في المجمعات السلاكية والمنافس برضه كميات بس الناس يعني ايه بتاخدوا تخزن رمضان انا يعني ده وقت وبعدانا ايامها تنتهم الكاراتين ومنشرونات رمضان هيبقى العملية هادية او يعني الروز هيبقى من في عدوث ستاشر سبعتاشر هيبقى فيه باربعتاشر نص في الفترة الجادي هيبقى في الاستعداد النهاردة انت كنت بسماعي تلاتين وثمانية وعشرين النهاردة اتنين وعشرين عشرين فيه فيه تراجع انا بقول لحضرك فيه تراجع فورا بس قد يكون تراجع ببسيط قوي لانهم بفكر انما الرز في الميناء وطالع يعني اللي عنده رز يطلع ويلحق نفسه اللحمة اللحمة في اللحمة برضه يعني هي آن في ارتفاعات في اللحم المستوردة شوية عشان المتاخرة والحاجات اللي عرضوا طلبوا وكلام كذا بس قبل رمضان وبقولها برضه فيه انفراجة كبيرة جدا المشاعلين عنها دلوقتي فيه رؤس جاية من تنشاد وعندنا كمية داخلة كبيرة جدا وعندنا كشركة قبضة متعاقدة مع الشركة المستورية السودانية على تعاقدات كبيرة طبعا احنا لازم في شهر رمضان بتزود الكمية خمسين في المين فاني عملي حساباتنا جامد يعني اللحمة هتبقى متاحة بسعر معقول للناس هتوصل لكم يعني 120-130 لا يعني مش للدرجة بس انا اقول لك هتبقى 180-170 في شهر رمضان فيه نزول في الاسعار وبدأ الناس تعمل مبادرات وبدأت الدنيا تهدى احنا جبنا مبادرات هنا وشفنا ناسوية بتتجمع وفيه ناس عرضة بتتجمع وبيبقى التلمى فيه معروض زيادة لموضوع عرض الطلب فبيبقى في نزول في الاسعار يعني طيب مارد